ماذا يحدث بقى في النادي الاهلي؟ كواليس الساعات الاخيرة قبل مواجهة ريال مدريد تعالوا نشوف خلال الساعات الماضية عقد مرسل كولا المدير الفني للنادي الاهلي اكثر من محاضرة مع اللاعبين وعرض عليهم اكثر من مباراة لفريق ريال مدريد من اجل شرح اسلوب لعب الفريق الملكي والطريقة التي اعتمد عليها ورسم سيناريو مواجهته في اللقاء الاربع اخذ بالك بيفراجهم اكثر من ماتش ومش ماتش واحد مرسي كرة حرص على الحديث مع محمد هاني الزهيل ايمن بشكل خاص وعرض عليه بعض اللقاطات الخاصة بالبرازيلي فينيسيوس جونيور اللاعب الريال وهي اللقاطات تتعلق بتحركاته وطريقة استلامه للكرة ثم الرجل بها بعد المربغة وقام بمنح هاني العديد من التعليمات لكيفية التعامل مع اللاعب البرازيلي والحد من خطورته واكيد يعني محمد هاني عارف فينيسيوس جونيور كويس وعارفه بيلعب ازاي كلنا عارفين يعني محمد هاني عنده مهمة شاكة جدا شاكة جدا بس عملها بكده مع كومن كومن وديفز في باير ميونيخ وعارف يشتغل معهم كويس ثالثا ينوي كل الاعتماد على نفس تشكيل الفريق في مباراة سياتي الأمريكي مع اجراء بعض التعديلات على السلاسي الهجومي حيث يفكر في اللعب بطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وبيرسي تاوى في رأيين تاة دول هما التلاتة اللي هيكونوا الأمثل لهذه المجدرائي طبعا مارسي كورا هيكون رأيه أحسن أكيد يعني اللي يختاره وإن كان لم يحسم أمره في هذه النقطة حيث يفاضل ما بين الاعتماد على أفشا أو الشحات من بداية اللقاء ولكنها قررت الدفع بسنائي تاوى طاهر السيان خصوصا وأنه منح طاهر تعليمات دفاعية بجانب دوره الهجوم طاهر هيبا مهم جدا في المواجهة دي ورأي بيرسي تاوى بطا خلال حديث مارسي كورا مع اللعبين أكد لهم على نقطتين الأولى هو عدم التركيز مع الإصابات التي ضربت صفوف الريال مؤخرا برافو حيث شدت بأن أي لعب يرتدي قميس ريال مدريد هو من الطراز الرفيع ولابد من احترام الفريق بأي تشكيل والأمر الثاني هو أن فكرة التسجيل في شباك الريال صعبة فقط وليست مستحيلة بل ممكنة الحدوث إذا ما ركز اللاعبين بشكل جيد وأنا شايف كده برضو نقدر نوصل لمرمى الريال بإذن الله يعني خمس حرس مارسي كورا على الحديث مع بيرس تاوب بشكل خاص في محاولة منه لاستغلال سرعاته خلف دفاعات الريال حيث تحدث معه في أمور فنية تتعلق بكافية تسلم الكرة والمروة السريعة والانتلاك داخل منطقة جزاء الفريق الملكي إن شاء الله بيرس تاوي عمل مباراة كبيرة سادسا محمود عبد المنعم كهربا اكتفى بأداء تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي اليوم لسنين بسبب معاناته من إجهات عضلي حيث قام الدكتور أحمد أبو عبل طبيب الفريق إنه يفضل إراحة اللاعب من المران الجماعي وتنفيذ برنامج تدريبي مع أخصائي التأهيل بالفريق على أن يخضع اللاعب لفحص طبي قبل مران الغد لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الريال كهربا كده كده هيبقى موجود مش شرط في التشكيل الأساسي بس مواجهة زي مواجهة ريال مدريد ديت أي لاعب يحب يلعبها ولو برجل واحدة ولو برجل واحدة طيب